بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكل من التحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن جرعة أمل وجرعة نشاط عزيزاتي متتبعات قناة أم عبد الرحمن نتمنى أنكم تفرحوا كامل بولايداتكم وأن التلاميذ أولادنا وبنياتنا إن شاء الله هم يكونوا خدموا في هذا الاختبار اختبار اللغة العربية مرش المطلب منك يجيب عشرين وثمانداش 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 يسرع لنا ويسرع لنا كأمواهات التلميذ الممتاز والتلميذ المتوسط المهم يربح لنا وينجح لنا إذن هذا الإجابة النموذجية لإختبار اللغة العربية بيام 2023 نبدو على بركة الله كل جواب على نقطة توجد أربعة أسئلة كل جواب على نقطة هذه الوضعية الأولى إذن الجواب الأول تحديد من السند التهمة التي وجهها الكبار للشباب بأنهم يعزفون هذه الأيام عني عن العمل المنتج بكافة أنواعه سواء أكان يداويا أم حرفيا أم فنيا كان هذا هو الجواب الأول وليه نقطة الجواب الثاني مصدرين اثنين يكتسب الشباب منها قيمة قيمه الاجتماعي من خلال من خلال الأسرى أولا ثم المدرسة ثم المعاهد العليا ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال النماذج السلوكية التي يقدمها التي يقدمها كل المحيطين به الجواب الثالث كذلك الجواب الثاني النقطة المصدرين اثنين يكتسب الشباب منها قيمه الاجتماعية من خلال الأسرة أولا ثم المدرسة ثم المعاهد العليا ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال النماذج السلوكية التي يقدمها كل المحيطين به الجواب الثالث من الوضعية الأولى إذن معنى يمتنرون من الفقرة الثانية يمتنرون يعزفون ولا توجد كلمة أخرى والتلميذ غير مطالب بأنه يأتي بالمرادف من رأسه إذن السؤال واضح أنه يأتي بالمعنى من الفقرة الثانية والكلمة التي تؤدي معنى كلمة يمتنعون هي يعزفون والجواب أيضا على نقطة الجواب الرابع العنوان المناسب للنص العنوان المناسب للنص طبعا هذا اقتراح الشباب والعمل المنتج أو ضرورة تقدير الشباب للعمل المنتج أو أهمية العمل المنتج في حياة الشباب أو إدراك الشباب إلى إدراك الشباب قيمة العمل المنتج أو توعية الشباب حول أهمية العمل المنتج طبعا كل السيخ مقبولة التي يكون فيها كلمة الشباب والعمل المنتج إذن كانت هذه الوضعية الأولى طبعا البارام ما زال ما يجيش نرى نمو في النقطة البارام ما زال ما يجيش حتى يفتح مركز التصحيح عادي يجيب البارام نذهب الآن إلى الوضعية الثانية إذن الإعراب الإعراب اللومي مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره كله فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره لن كان هذا هو إجابة نموذجية للإعراب اللومي مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وكل فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره الجواب الثاني نوع ومحل الجملتين من الإعراب إذن توجد ثلاث جمل الجمل الأولى يؤدي يؤدي جملة فعلية في محل جر نعت جملة فعلية في محل جر نعت ماذا يحدث للشباب جملة مقول القول في محل نصب في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به الجملة الأخيرة لا تحتل مكانتها جملة فعلية في محل نصب خبر أصبح خبر أصبح إذن الأولى جملة فعلية في محل جر نعت والثانية جملة مقول القول في محل نصب مفعول به والجملة الأخيرة جملة فعلية في محل نصب خبر أصبح الجواب الثالث استخراج من السند بدل المصادر الشباب الأيام ونوعه بدل مطابق بدل مطابق الجواب الرابع لن نستخرج طيباق من الفقرة الثانية نستخرج طيباق من الفقرة الثانية هي يعزفون يهوون يعزفون يهوون وهذا وهذا طيباق سل العفو ليس سل طيباق إجاب كلمة وضدها طيباق إجاب إذن أثره في المعنى تقوية المعنى وتعميقه تقوية المعنى وتعميقه فالأشياء بأضدادها تعف إذن الطيباق الموجود في الفقرة الثانية يعزفون يهوون والأثر في المعنى تقوية المعنى وتعميقه نستطيع أن نتوقف هنا فقط تقوية المعنى وتعميقه الآن الجواب الخامس إذن تسمية الأسلوب الوارد في العبارة ماذا حدث للشباب إذن هذا أسلوب إنشاء نوعه طالبي وسغته الاستفحاء الجواب الأخير تقدير قيمة للسند تقدير قيمة للسنة للسند العفو أدرك أن العمل المنتج واجب وشرف وقوام للتنمية العمل فرض على الأمة صغيرها وكبيرها العمل فرض وواجب ويل لكل أمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج نقدر القيمة المعنوية للسند ويمكن كتابة عبارات أخرى تمانية لكم التوفيق إلى لقاء في فيديو أخر طبعا الوضعية الإدماجية كل تلميذ كل تلميذ يكتب وضعية تناسب أفكاره المهم تستسل الأفكار وتربط وتربطها وعدم الأخطاء الإملائية الكثيرة لأنها تفقد الوضع الإدماجية قيمتها إلى اللقاء بإذن الله ترجمة نانسي قنقر